وللمزيد من التفاصيل حول فعليات مهرجان العالمين الجديدة معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم بعد التحية دعنا في المشهد لديك وأبرز فعليات مهرجان العالم عالمين تحياتي لكم وتحياتي لكمية على السادة المشاهدين بالفعل مهرجان العالمين في نسخته الأولى رصد العديد من الفعاليات والعديد من الحفلات المختلفة وأيضا نشاطات الرياضية المتنوعة خلال أكثر من عشرين يوما مروا بالفعل من هذا المهرجان بالأمس كان هذا الحفل الكبير للموسيقار العالمي عمر خيرت والذي أشاد به الكثير وأشاد أيضا الحضور بهذا الحفل الموسيقي الذي طربت له الآذان وأيضا كان هناك العديد من الحضور الذين لم يستطيعوا أن يحجزوا التذاكر الخاصة بهذا الحفل قاموا بالتواجد حول مكان الحفل يستمعوا أيضا لهذه الموسيقى الرائعة التي تركت بصمة خاصة في وجداننا على مدار السنة الماضية أيضا بجانب الموسيقى العالمية للفنان الكبير عمر خيرت كان هناك حفلان همان وهما للفنانة الكبيرة كارول سماحة وأيضا الفنان الكبير بهاء سلطان وأيضا هذان الحفلان كان لهم طابع خاص زخم كبير وحضور جماهيري غفير في حقيقة الأمر فيما يتعلق بهذان الحفلان حتى أن الكريش الجديد الذي تم شاء فيه العالمين الجديدة شهد هذا الزخم الكبير من الحضور من مصريين وعرب بإضافة أيضا لاستعدادات لوجستية وأمنية وشرطية لتيسير التحركات داخل كل هذه الحفلات وأيضا كان هناك طريقة يسيرة لجميع الحضور للتحرك أشهدوا أيضا بالتنصيق الكبير من الشركة المتحدة وغيرها من المنظمين لهذا الحفل فيما يتعلق بحركة الزوار وحركة الحضرين للإحتفال وأيضا حركة السيارات كانت هذه النقطة أيضا بالإضافة لذلك كان هناك يعني عرض أزياء خاص عرض أزياء عالمي تواجد بالفعل الأمس في كورنيش العالمين الجديدة ويستمر أيضا اليوم هذا العرض بمصممين أزياء مصريين وعرب يشاركون أكثر من سبعين مصممين يشاركون بالفعل في هذا الحدث بالأمس اليوم أيضا وغدا هناك حدثان همان وهما السباق الثلاثي وسباق الركض والسباحة وأيضا ركوب الدرجات يشارك فيه العديد من الجنسيات مصريين وغير مصريين بالإضافة أيضا لليوم لواحدة من أهم أيضا الحفلات لفرقة مصار إجباري وأيضا الفنان ريدا البحراوي لذلك العديد من الفعاليات من الحفلات الغنائية والموسيقية وأيضا نشاطات الثقافية والرياضية متواجدة في مهرجان العالمين في نسخته الأولى